كيفكم؟ شو أخباركم؟ سه سه اوكي يوم بس نحكي لكم عن قصة ياسر انترستينك في يوم من الأيامات يعني كنت قبل يعني كي يدخل شكون الميتينك ومتأخر كنت عم أحسها يعني كأنها إشي شخصي ليش؟ لأن أنا كنت دايما يدخل الميتينك في الوقت وقبل الوقت ويحب أني أحترم المواقيت والتواقيت بس ليش؟ ليش علشاني أنا طلعت في الأخير طلعت من شان أن أبرهم للجميع يعني للناس اللي كانت راح تدخل اللي أنا منضبطة اللي أنا نحترمك يعني أنا كنت يعني بختار أنه هيك أنا بحترمهم فلما هما ما بيدخلوش كأنهم ما احترمونيش فأنا بدخل فأنا بدخلوش لأنهم هما يحترموني أنه أنا بسوي هذا الأشي من شانك وكمان لأنه كنت في خوف خوف أنه يحكيوا عليا ويقولوا أوه ما تحترمش المواقيت معناه ما يش بروفشنل معناه ما تسويش شغلها و أنا لأني بكثير بحب الشغل فكنت بالنسبة لي لي هذا الأشي يعني برايوريتي فكنت يعني بغضب كثير يعني بتحمل بتحمل يعني بس بعدين لما بيكثروا الأشي كنت بغضب وما كنتش بفهم وبطبيعة الحال يعني بدخل في عقلية ورحية إلى أن استفقنا واستفقنا واستفقنا أنه فعليا هذا ليس الأشياء الصح الأشياء الصح وأنك تحترم نفسك مش أنك تدخل الميتينج مشان أنك تحترم هم هما لا أنت تدخل الميتينج لأنك تحترم نفسك لأنك تعرف أنه أنت بدك تكون من الأولين لأنه أنت بدك تكون من السابقين لأنك أنت بدك تتسوي هذا الأشي لأنه فيه معنى معين قرآني ومعنى معين بالنسبة لإلك أنك بدك تسويه من شانك مشان أنك أنت تحترم حالك وتحترم ذاتك التي تسويه مثلا أشياء وشغف معين عندها معينة ومعينة وهي تحترم تحترم هذه فهي تسوي لها بتساعدوما احتراما للدزاير ومعينة أكتشفت هذا الأشي وفعليا من أحلى أحلى الأشي أنك تسوي أي أشي احتراما لذاتك احتراما لذاتك واحتراما للدزاير اللي أنت سويتها العهد اللي أنت سويته بينك وبين روحك ورب العالمين ليش؟ لأنه إذا أنت بتسوي أي إشي إنشان أي بشر فهي تحترام منهم فأنت كبرتهم عليك كبرتهم على رب العالمين وبطبيعة الحال يعني لازم تكش تاخد انك بش يوم بش يحبوك ولا لا رح يجيوك رسائل من شان أنك تفهم أني أنت هناك في الظلمية يعني فمن أحسن الأحسن الأشياء هو أنك تراجع روحك وتشوف روحك شو هما المواقف اللي تسويهم على خاطرك خايف من البشر على خاطرك خايف من هما شو رح يحكموا عليك على خاطر بدك تسوي هذا الأشي من شان أنك تسمع كلام معين من بشر لازم تشوف المواقف هيدوما وتشوف أنه يقف هيدوما وتشوف عليش ورح تشوف يعني أنه السيلف ريسبكت هو اللي رح يخليك توقف البادهابتس هو اللي رح يخوي يخليك توقف خليه يقوله مش فقط بادهابتس وحتى المعاملات طبعك الكلم اللي تقوله مع الأشخاص الكلم اللي تقوله روحك كيف تتصرف مع جسدك وكيف تتصرف مع روحك وتفهم أني أنت كيف تسوي هيك قاعدت عم في السلب السابوتاج وأنت لأنك تحترم ذاتك والعمق طبعها أعمق من هيك تحترم الخلق اللي أنت فيه وجودك اللي أنت على الأرض هذه تحترم الكينونة يا الله رب العالمين خلقك على هذه الأرض منشان أنك تفعل شيء منشان أنك تسوي شيء منشان أنك تسعى منشان أنك تسوي شيء فأنت رح تحترم الوقت في عوض ما أنت عندك تمشي تشاهد تلفاز فقط لأنك مثلاً متحزن عندي كانت العادة هي لما أنا بحزن لما أنا بيجي أي إشي معين هيك بيخليني الاموشن طبعي نوت ريجوليتد فأنا شو كنت أسوي كنت بروح بشاهد تلفزيون وإلا بشاهد أي شيء بيضحكني منشان أني أريجوليت الاموشن طبعي هي كانت بتشتغل بس مش صح يعني مش هذي هي الهبتس اللي كانت الصحيحة اللي أنا كنت نحب عليها على خاطر once you start this once you neglect your emotions وما بتحترمش الاموشن هذوكم منشان أنك تفهمها منشان أنك تفهم تفهم أنك تعفو على نفسك أنك تسوي المحنة فكنت بسوي الباد هادات ليش مثل ما قلت لكم لأني ما كنتش يعني من أحلى وأحلى فعلياً هذه الأشياء أنه you have desire once you have desire you will be having self-respect self-respect يعني أنك تحترم نفسك قبل ما تحترم الأشخاص الأخرين فإذا أنت استلمك فاهم هذه الأشياء فشوف حالك وين عم بتقول أنا لما أسوي هذا الأشياء لأني بحترمك الأشياء ذاك يعني أنت إذا بيك تسويه لنفسك لأنك بدك تحترم نفسك قبل إذا أنت بتدخل ميتينج مثلاً مخر ولا تدخل مبكير إذا بتسوي هبت معينة إذا بتاكل إشياء معين إذا بتعطي إشي معين مثلاً ضيف بييجي اللي هذي قبل أوهو العائلات ضيف بيجي فبيحترموه فبيقعدوه في السالون اللي ما يقعدوش في هالأيام تلك الكل لماذا؟ لأنهم يحبونهم لأنهم لا يريدون أن تقول الأشخاص هذو يعيش وهيك بيعيش وهيك بيسوي بيخليوا مكان كثير نظيف بيخليوا الضيفين هناك سيلف ريسبكت هو أنك أنت بتنظف بالدسك تبعك قبل ما يجي شكون ويشوفوه أنك أنت مبترضاش أنك تقعد في مكان متسخ لا أنت تقعد في المنزل لأنه شخص سيأتي لا أنت تقعد في المنزل لأنه لأنك لك وليس لك إذا الإشي كثير عميق إذا أنت تحس أي كلام هنا من طبقة عليك فلحظة وعي لا يعني أنك أنت لا وإنت رح تصلح كل شيء ولكن على الأقل أنك تكون صادق مع حالك وتقول الصح أنا عندي الهبتس هذا في جملة كثيرة يعني بتمسني لما بتقولها المنتر تبعي إذا كنت تفعل شيئا يعني الأشي اللي أنت بتسويه مثلا كيف تأكل كيف تفعلك أي شيء كيف تبدأه كيف تنهيه وكيف تفعله هو هكذا أنت بتفعل كل شيء اركز به كيف تنظف المنزل تبعك هل أنت بتستعمل شيء وترجع المكانه وتغلق وترجع المكان ونظمه ألا لا هل أنت لما تبدأ شغل تكامله ألا لا وهو ما يبدو سمول حبات الجسد تباعك بيتمرن على هيدوم الحبات وانس انتي تفيق وتكون صادق مع روحك وتبدأ بشوية بشوية كل اشي رح يبدأ بالتصالح كل اشي رح يبدأ بشوية بشوية يرجع انتعابي وامتنى صادق مع روحك كمتين وشكرا لرب العالمين الذين يهدفون لنا لهذا وما يكوننا اللي نهتدي لو لا انهدانا الله شكرا شكرا